الامثل قيمة الاهل لمباراة سيمبا التنزاني حراس المرمى في طبعا مصطفى شبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف خط الدفاع في محمد هاني أكرم توفيق رمي ربيعة محمود متولي محمد عبد المنعم خلد عبد الفتاح علي معلول كريم الدبيس بعد كده عندنا في خط الوسطى أحمد نبيل كوكا مروان عطية عمر السلية محمد مجدي أفشا حسين الشحات طاهر محمد طاهر برستاو أحمد عبدالقادر رضا سليم وكريم فؤاد وطبعا أكيد في خط الهجوم طبعا في أنتوني مودست ومحمود عبد المنعم كهرباء طبعا دي قيمة الاهلي واللعيبة اللي سفرت للمباراة المهمة كابتن خالد والتشكيل الأمثل اللي يبدأ بيه كلار بكرة مباراة سنة التشكيل أنا من وجهة نظر مصطفى شبير عمل ماتش السوبر كويس جدا كل اللعبة الاهلي كانت أوت أوفورم في ماتش البنك الاهلي هو الأخير اللي هو خسر النادي الاهلي لكن قبليل سوبر كان يعني أنا أقرب تشكيل مصطفى شبير هاني طبعا اللعبة المنتخب هاني خارزك على مباراة نهاية كاس مصر أهلي والزمالي صح كده؟ آه بصبت ففي محمد هاني رمي ربيعة محمد عبد منعم معلول ناحية الشمال في مروان عطية وأفشة وكوكا زي ما اتفقنا لأن كوكا حيدي لك الاتزان في ماتش زي ده برا ملعبك فحيدي لك الاتزان اللي انت عايزه فيه أنا برضو اللي فانش مباراة كويسة ريدا سليم يعني حاس انه هو مش كويس جدا وحاس برضو ان بيرسيتاو بعد الفترة الأخيرة شوية بعد البطولة الأفريقية آه بعد قوي أو الراجل ما بيدلوش أو فيه حاجة مش طبيعية أنا مش عارفها لكن الطبيعي كان حسين الشحات وبرسيتاو ومباراة زي دي في البداية أنا ممكن يعتمد على مودست في البداية وقهرابة يبقى بديل فأعتقد ان لو في الأمور الطبيعية بيرسيتاو وحسين الشحات لكن ممكن يبدأ برضا وحسين ومودست طيب ليه اخترت مودست كابتا خالد ليه قلت مودست يبدأ وقهرابة يعني ليه حسيت ان ده ممكن يكون ماتش مودست آه لان الماتش هيبقى فيه تحفظ شوية هيبقى فيه عملية ضغط على الخصم هيبقى فيه جهد كبير جدا هيبقى هيدي لك مودست برضو رغم ان هو مش في أعلى مستوياته ولكن هو برضو عنده شوية ميزة ان هو بيلعب بدماغه كويس الكوار اللي ليك واللي عليك مثلا بيرجع في خورنا ممكن يكون الرتم بتاعه صاعد شوية الفترة الأخيرة الفترة الأخيرة أفضل كتير قوي من الفترات اللي فاتت فأعتقد ان هو عنده سرعة وعنده كوة وبيلعب بدماغه دي في المباراة الافريقية اللي برا بتديلك ميزة وانت بتقارن ما بين كهرابة وهو لو المباراة في القاهرة ممكن أقول لك كهرابة لكن المباراة خارج القاهرة ممكن في كورة السابتة اللي ليك واللي عليك يبقى هو وهو كلها دايما ممكن يفاجئنا كابتن يعني حتى الفترة اللي هو كان ريح فيها كهرابة شوية وكان حتى تصريحه ما قال لك أنا بلغت كهرابة ان انت المهاجم نمرى ثلاثة بالنسبالي هو بيتمرن كويس بس لازم يدوس على نفس اكتر من كده عشان يرجع ومشاركش المدة ماتشين ثلاثة واربعات كهرابة لكن جي مثلا في مباراة مهمة زي انهاء الكاس بدأ بكهراب مستوى مودست مع النادي الأهلي آخر ثلاث ماتشات تحديدا أفضل من مستوى كهرابة أنا في ماتش خارج ملعبي وبالمعطيات بتاعة الماتش أنا لو أنا مدير فاني حلعب مودست في البداية مع رضا أو أحسن الشحات حيلعب واحد من رضا أو بيرسي تاو وإحنا متفقين على باقي التشكيل إحنا الاتنين يعني طيب تعال نشوف تصريحات كولر اللي قالها النهاردة في المؤتمر الصحفي وأخذ من حضرتك تعليق عليه طبعا من تصريحات مرسل كولر النهاردة في المؤتمر الصحفي بتاع المباراة اللي اتعامل النهاردة بيقول أتوقع أن تكون مباراة صعبة وأعرف أن سيمبا فريق منظم وقوي وسبق لنا مواجهته في الدوري الأفريقي وكانت مباراتين في غاية الصعوبة نعرف ما ينتظرنا غدا لذا سنحتاج لتركيز كبير في المباراة الرطوبة مرتفعة والطقس غير جيد ولكن أنا سنلعب كرة قدم وسنقدم قصارى جهدنا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة نحن حامل اللقب وعلينا أن نظهر بمظهر حامل اللقب وهدفنا التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقي تصنيف سيمبا مقارنة بالأهلي يعني بيسأله طبعا على تصنيف سيمبا يعني مقارنة بالنادي الأهلي بيقول واجهت سيمبا مرتين ولن أقيمه إلا في هتين المواجهتين فقط وأرى أنه فريق قوي لقد تعادلوا معنا مرتين وهذا معناه أنهم في نفس مستوانا ككرة قدم في هتين المبارتين إصابة محمد الشناوي وإمام عشور وأليو ديانج نعلم أهمية هؤلاء اللاعبين لكننا فريق كبير ولدينا قائمة كبيرة من اللاعبين الجديدين ولدي ثقة في جميع اللاعبين والجميع لدي في نفس المستوى طبعا اتسأل على عبدالحق بن شيخة المدرب المخضرم فبيقول أعرف أنه مدرب جيد وفاز علينا في السوبر الأفريقي عندما كان مدربا لاتحاد العاصمة الجزائري ويسير بشكل جيد مع سيمبا وهو مدرب ناجح مع الفرق التي دربها الأداء في الملعب غدا هو من سيكون حسما وليس تاريخ المدربين لذا سنحاول غدا أن نتأهل لنصف النهائي الموسم مازال طويلا وتقييم المدربين لا يكون بالقطعة بل يكون على الأداء في الموسم ككرة دي تصريحات مرسل كولر كابن خالد رأيك وتعليقك عليك يعني تعليقي طبعا زي ما احنا اتفقنا إنه هو لعب سيمبا تنزاني مرتين تعدلين قال لك المدرب مدرب كويس جدا وهو كسب وهو مسك اتحاد العاصمة فبرضه عارف النادي الأهلي كويس ودرس النادي الأهلي كويس موضوع زي الرطوبة ده موضوع مهم جدا أبركاه والفرق برضو المصرية وشفنا البطولة الإفريقية إزاي الرطوبة أثرت على فرق شمال أفريقيا بالسلب على المغرب وعلى الجزائر وعلى مصر وعلى تونس والكلام ده كله فأعتقد موضوع الرطوبة ده عايز له كيفية في التعامل معاه بيبقى صعب على اللعيب قوي خد بالك اللعيب في الرطوبة ما يقدرش بيطلع أكتر من خمسين في المئة من مستوى ما يقدرش بيبقى عايز بس مش قادر بالزبط كده يعني الرطوبة بتاخد من مجهودك كتير جدا وبتحتاج أن أنت قبل الماتش بتعمل حاجات طبعا قبل الماتش بتوصل بدري وبتاخد على الجو وبتتمرن كذا كويس كمان أن الماتش كمان متأخر يعني ده المرة دي كمان الماتش متأخر ودايما سنبا حتى بيلعب الظهر بيلعب في أوقات قبل كده ولكن كويس أن الماتش ساعة تسعة بتوقيتهم تمانية بتوقيتنا فدوة الرطوبة هتبقى موجودة ولكن حتى درجة الحرها تكون انكسرت كويس فموضوع الرطوبة ده موضوع مهم جدا أن هو يتكلم فيه موضوع الملعب مهم جدا موضوع أن سنبا عندها خبرات مع النادي الأهلي في التجارب اللي لعبتها مباريتين تعادل موضوع أن المدرب بتاحهم مدرب كويس جدا وتعامل مع النادي الأهلي في ماتش اتحاد العاصمة كويس لكن بيقول لك رجع وقال لك أن المدرب هي مش مباراة ما بين اتنين مدربين ولكن تاريخ المدربين ما بيفرقش قبل المباراة ولكن على الأرض الملعب هو اللي بيحكم غير كده أن المدرب ما بيتعملش بالقطعة ومفروض أنه بيتقيم على موسم كبه فهو عايز يفهم الناس كلها وجمهور النادي الأهلي أن المباراة هي مباراة تسعين دي أو في مباراة عودة فهو بيسبق أن أي حاجة وردة في كرة القدم ممكن المباراة لقدر الله يبقى فيها نتيجة أو ممكن تعادل فأعتقد أنه هو بيقول أن المباراتين اللي أنا فهمه أن مجموع نتيجة المباراتين هو من سيؤهل إلى نصف النهار شكرا